أنا ودي حتى أشارك معك والله كم سؤال لضيوفك اللاطم العافية ونتشكر منهم يعني اللي بالميدان طريقة طريقة الأحياء يعني وش الطريقة الحين الحين يروحون يعني اللاطم العافية بطال الصحة لأحياء معينة ثم بعد ذلك يعني يجون اللي في الحي ويفحصونهم وش الطريقة والثاني شيء ايش هي الأحياء اللي يختارونها بداء على توقعهم لعدد الحالات والإصابات ولا ايش ممتاز ممتاز لا خالد المعلومة يعني موجودة عندي أنت تكلم عن المراكز الصحية في الأحياء يتم فيها رصد العمال نحن نتكلم عن الأحياء العشوائية خالد معروفة عندنا بعض الأحياء فيها كثافة من المقيمين ومن الموجودين في السكن العمال وزارة الصحة اليوم ما تفرق بين أي حي حي تنزل جميع الأحياء لو فيها خمسة أو ست عمال بتنزل بتفحص هذه العمال بالفحص استباقي احنا نقول الله يعز دولتنا ويحمى جميع منهم في الطاقم الصحي والطاقم الأمني اللي قاعدين نشوفهم تواجد أيضا فيه نداءات أمنية في الأحياء هنا مثل حي الفوطة فيه نداءات أمنية بعض الموجودين في العمائر للنزول للفحص جميل جدا شكرا 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 لك خادر جبر مراسلنا كان في الميدان ونقل لكم يعني حرصنا نوش المسح النشط اللي قال عنه اليوم وزير الصحة دكتور توفيق ربيعة هذا هو المسح النشط هؤلاء الأبطال اللي يروحون من الميجون هم المرضى راحوا هم خطوة استباقية وهذه يمكن نقلة حتى إن شاء الله في المواجهة الله ينصرنا إن شاء الله في هذه المعركة حننتصر بحول الله